اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الذين تمكنوا من نيل شهرة في مجال كمال الأسام بالغش والتزيف هل أنت مستعد للتعرف عليهم؟ هيا بنا نبدأ ولكن قبل ان نبدأ الفيديو فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل جرس الاشعارات فهذا يساعدنا كثيرا وشكرا لكم يدعى هذا الشاب مصطفى اسماعيل وهو واحد من اشهر لاعب كمال الأسام المصريين تمكن من تحقيق رقما قياسيا جديدا في موسوعة جنيس حيث حاز على لقب صاحب اطقم عضلة ذراع حول العالم حيث يصل ارتفاع هذه العضلة الى 31 بوصة ولكن الكثير من الناس لا يصدقون ان هذه العضلة طبيعية فهي تبدو غريبة الشكل مما جعل الكثيرون يتساءلون هل هي طبيعية ام مزيفة ولهذا تم اجراء تحليلا لمصطفى اسماعيل تخص هذه العضلة في التلفاز الياباني بشكل مباشر وقد ثبت ان هذه العضلات غير طبيعية بنسبة 100% وبالتالي تم سحب اسمه من موسوعة جنيس للارقام القياسية نتيجة لغشه الواضح فقد كان يستخدم العديد من المنشطات والحقن حتى يتمكن من الحصول على تلك العضلات الضخمة قبل ان يتم تطوير التقنيات المستخدمة في اعمال السينما والافلام كان يتم استخدام اشخاص حقيقيون لكي يشاركوا في افلام الابطال الخارقين ومن اشهر الاشخاص الذين يشاركون في تلك الافلام هو لوف ريجنو وقد تمكن في الحقيقة من القيام بمشاهد رائعة للغاية وكان مصدر الهام للكثير من الابطال وعلى رأسهم هذا اللعب البرازيلي المشهور الذي يدعى روماريو الفاس ويطلق على نفسه البرازيلي الضخم فقد كان في البداية مجرد شاب عادي ومن ثم اصبح يعمل في الحراسة ولكي يتمكن من تحقيق هذا النجاح المدهش وهذه العضلات الضخمة كان بحاجة الى مساعدات غير مألوفة فلجأ الى تناول تركيبة من الزيت والكحل وبعض من المخدرات تعمل هذه التركيبة على تطقييم العضلات وتقويتها وهذا ما جعله يظهر لنا بهيئة ضخمة لا مثيل لها ومن الناحية العلمية والطبية تعد هذه التركيبة خطيرة جدا على صحة الانسان اذا قام بحقن نفسه بها حيث انها تؤثر على الخلايا العصبية ونشاط الدم في الجسم مما يضر بالصحة وبعد مرور عدة سنوات عان كثيرا من تلك الاثار حتى انه اضطر الى بتر هذه العضلات القوية وقد كان من الممكن ان يبتر ذراعه بالكامل اذا استمر في حقن هذه التركيبة بجسمه اجرى الاطباء عملية بتر العضلات وعاد الى صالة الالعاب الرياضية مرة اخرى للتدرب بشكل طبيعي قام بنشر العديد من الفيديوهات على الحساب الشخصي له على انستجرام كان يطلي جسده باللون الاخضر حتى يشبه الرجل الاخضر العملاق من المعتاد علينا رؤية الشباب الصغار وهم يتناولون عققيرا لتطقيم عضلاتهم ليصبحوا اكثر رشاقة في هيئتهم ولكن في بعض الاحيان يرغب الرجال الكبار في ذلك ايضا يبلغ فالدير من العمر اكثر من خمسين عام وهو يستخدم انواع مختلفة من حقن تطقيم العضلات منذ بضع سنين وعلى الرغم من معرفته الكاملة للاضرار والاثار السلبية لهذه العققير الا انه لم يكترث ويرغب بشدة في ان يكون شبيه من الاسطورة العظيمة ارنالد ومن شخصية الرجل الاخضر الخيالية وبعد سنوات من استخدامه لتلك المواد حذره الاطباء من ضرورة بتر هذه العضلات لانها ستستمر في التضخم بشكل يهلك الخلايا العصبية لكنه لم يهتم بتلك التحذيرات ولم يجري العملية الجراحية وما زال ينشر له صورا على حسابه الشخصية على انستجرام ليزداد عدد متابعيه تعد رياضة كمال الاسام مثل اي رياضة اخرى يتعدد فيها النجوم اللامعين ولكن غريغ فالانتينو هو المنافل هؤلاء النجوم تماما اذ اتهمه البعض انه يشوه صورة لعب كمال الاسام على مستوى العالم ذلك لانه يحاول ان يشهر نفسه قدر المستطاع وبالرغم من ان كل عضلاته مزيفة بشكل كامل فهو يتناول عقاقير واحقا تحتوي على مواد خطيرة جدا ليحصل على هذا الكم الكبير من العضلات الضخمة وقد كان غريغ في البداية محبا للرياضة وحمل الاثقال بشكل طبيعي تماما حتى تم 16 عاما من عمره ومن بعد ذلك فقد صبر وقرر ان يتناول كل العقاقير التي تمكنه من الوصول الى هذا المستوى وقد حذره الاطباء كثيرا من الاستمرار في تناول هذه المواد الضارة لانها ستدمر صحته وخلاياه العصبية لكنه لم يكترث وما زال حتى الان يتناولها بشكل مستمر انه لأمر مدهش للغاية ان ترى ان الكثير من الاشخاص يغدعوننا في مثل هذه الاشياء ومن بين هؤلاء الاشخاص الممثل الشهير ارنالد حيث انه صرح حينما كبر في السن انه كان يستعين بدلك المواد وهو صغير حتى يكن قادرا على الحصول على هذا الجسم الرائع وقال انا لا اندم على هذا الشي ولا انكره ففي ايام شبابه كانت هذه المواد جديدة مما دفع الجميع لتجربتها والاستعانة بها كما كان يستعين بتلك الاشياء تحت الاستشارة الطبية حتى لا يضر بصحته مما يعني ان الكثير من لعب كمال الاسام يلجأون لتلك الاشياء ونحن لا ندرك ذلك في الحقيقة وفي النهاية ما هو اكثر الاعب كمال الاسام نال دهشتكم اليوم اخبرون بذلك في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشعارات ليصلكم منا كل ما هو جديد اتمنى يكون الفيديو قد اعجبكم ونراكم في الفيديو القادم ان شاء الله